لجنة استجابة والاجتماعات التي ترأسها سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة خلال شهر سبتمبر الماضي وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي والتي شهدت مشاركة جميع الأعضاء وقد رحب سموه بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة عبر التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تنفيذ توصيات وخطط وبرامج اللجنة بما يتوافق مع توجيهات سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون شباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والتي تسهم في مزيد من الرفعة والتقدم لقطاع الشباب والرياضة وخلال الاجتماعات طلع سموه على الموضوعات التي تمت مناقشتها والتي اتخذت فيها اللجنة عددا من القرارات التالية أولاً اعتماد المستشفى الجامعي للطب الرياضي الجهة المسؤولة عن الطب الرياضي في المملكة ثانياً التنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية لرفع مخطط متكامل يوضح توزيع المنشآت الرياضية والمدرسية الجديدة ثالثاً التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإعداد خطة لتطوير الرياضة المدرسية رابعاً أخذ الموافقة اللجنة التنسيقية والفريق الطبي على البروتوكول المقترح أنتيجين تاست خامساً تقديم التصور النهائي للدور المفتوح سادساً وجه سموه بالتواصل مع الجهات المعنية لتنظيم فعالية عربات الطعام وقد حث سمو شيخ خالد بن حمد آل خليفة الجميع على مواصلة الجهود بهدف تنفيذ البرامج التي تساهم في تنمية وبناء وتطوير الحراك الشبابي والرياضي في مملكة البحرين